لم يكن إفقار العراقيين وتحويلهم إلى مشردين بعد العام 2003 محظ صدفة فطالما سعت الحكومات السابقة الفاشلة لاستغلال الشرائح الفقيرة عبر وعود كبيرة اتضح أنها كانت مجرد حبر على ورق العشوائيات السكنية في العراق التي تضم نحو أربعة ملايين نسمة ضمن ما يقرب الأربعة آلاف مجمع سكني ربعها في بغداد والباقي موزع على المحافظات تضم خمسمائة واثنين وعشرين ألف أسرة تعيش في ظروف خدمية مزرية حشد بشري كبير يأمل بحياة كريمة يسيل له لعاب الأحزاب التي باتت تبحث عما يضمن لها مكسبا انتخابيا بعد أن خسرت ما كانت تعتبرها حاضناتها المجتمعية ولكون هذا الملف ورقة رابحة عند الأحزاب الطائفية المتنفذة فإنها أعاقت وتعيق تمرير قانون العشوائيات في البرلمان منذ عدة سنوات وفقا للجنة الخدمات والأعمار البرلمانية التي كشفت أن الكتل السياسي تسعى لاستغلال مسألة العشوائيات في كل انتخابات برلمانية أو محلية مساع أدركها الكاظمي وتأكد بأن العشوائيات تهدد أحلامه في البقاء في السلطة مرة ثانية فأطلق على إثرها حملة لرفع التجاوزات ظاهرها وطني ودوافعها سياسية بحتة والدليل هو اقتصار عمليات إزالة وهدم المشاريع والأبنية المشيدة على أراضي حكومية يسكنها الفقراء فقط ولا بديل لهم وفق لجنة الاقتصاد الاستثمارية النيابية مسؤول حكومي في مجلس محافظة البصرة كشف هو الآخر أن جهات ذات نفوذ استطاعت خلال السنوات الماضية الاستيلاء على مقرات مهجورة ودوائر حكومية واحتلتها بلا مسوغ قانوني لتقف حملات الكاظم عند حدودها متجنبة التصادم مع هذه الجهات الحزبية المنتفعة من الانفلات الأمن في العراء كما صرح بذلك عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية إحسان العوادي والذي قال إن قتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي فضح حجم استقواء الأحزاب على الدولة ومؤسساتها الهزيلة والخائفة ترجمة نانسي قنقر